في إطار جهود الدولة وسياساتها لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مرينة 5 بمدينة العالمين في الساحل الشمالي لمدة شهر مصر بتتكلم حرفي شعر اتخذه معرض ديارنا الذي تم فتاحه بالساحل الشمالي بمدينة العالمين والذي يهدف لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية المعارض دي احنا بنجوب بيها محافظات الجمهورية بأكملها فكل يعني اللي هنا ممكن بالساحل الشمالي مش بس أهل مرسى مطروح أو أهل اسكندرية هم اللي جايين من كافة محافظات الجمهورية كل واحد بياخد منتج وبيدخل يتفرج بيسوق في محافظته على هذه المنتجات فالحقيقة ده تشجيع للمنتج المصري ولا المنتج المصري تتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والترافية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأربسك والإكسسوارات المنزلية والكروشي والنحاس والفضة والألبستر وغيرها من المنتجات الموسمية والشبابية كل ذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عد الحرف بدأت تندسر أو تنكرت شوية فلما جئت طبعا الفترة الأخلانية أو الفترة الفاتدية الدولة قدمت دعم للحرفيين وبدأت تدعمل لهم معارض وبدل ما كان الوزارة مثلا بتعمل معارض واحد في السنة دلوقتي ممكن تعمل أربع خمس معارض في السنة يستمر المعرض لمدة ثلاثين يوما بحضور مائتين وخمسين عارض مقسمين على ثلاث مراحل تصر كل مرحلة منها إلى عشرة أيام بحضور ثمانين عارضا ويفتح أبوابه من الساعة السابع مساء حتى الرابع صباحا معارض مختلفة ومستمرة تعمل عليها الدولة المصرية دون كلل أو ملل من أجل حفاظ على تراث يعبر عن الهوية المصرية وحرف مصرية أصيلة كادت أن تندثر كاريم بيبرس التلفزيون المصري